وإلى خبر آخر ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عبدالله الخوالد مشروع القانون المعدل لقانون غرفة التجارة في الأردن ويعنى مشروع قانون التجارة بالنشاط التجاري في المملكة ويهدف إلى تنظيم العمل بين القطاعات التجارية والإنتاجية وأكد الخوالد خلال الاجتماع على أهمية القانون في إعداث توافق بين القطاعين العام والخاص في القضايا التي تعنى بتنظيم القطاع التجاري في المملكة ومن أبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون غرفة التجارة هي تحديد الجهة المخولة بالانتخابات في القطاعات والغرف التجارية في المملكة هناك عدة تعديلات في القانون من أهمها طبعا هو موضوع من هو صاحب الصلاحية في الانتخاب وما مدى في القطاعات ومن ثم في الغرف التجارية طبعا رح يكون هناك دور أكبر للمجلس التنفيذي في إدارة الغرف غرفة تجارة الأردن في المستقبل إن شاء الله سيكون اتخاب الرئيس مباشرة من خلال الغرف التجارية في المملكة وليس من خلال طبعا المجلس الإدارة هذه الاجراءات الرئيسية المهمة في هذا القانون بالإضافة إلى طبعا تنظيم عمل الغرف والزيارات المحلية والدولية ومن ثم طبعا المشاركة في المعارض ورسمة سياسات الاقتصادية والتجارية والخدماتية في المملكة الابدنية